لم تشكل هيئة الإشراف على الانتخابات النيابية في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء مساء الخميس الفائت لأسباب عدة أولها مطالبة الوزير اليسبو صعب باستبدال أحد الأسماء المطروحة ضمن اللائحة التي قدمها وزير الداخلية نهد المشنوق وذلك بعد أعطائه مهلة لإجراء بعض المشاورات مع قيادته عندها أصر رئيس الحكومة تمام سلام على تعيين الهيئة في الليلة ذاتها بحجة انتهاء المهلة القانونية في اليوم التالي على أن ينشر التعيين في ملحق خاص صباح الجمعة انتهت الجلسة ولم يعطي الوزير بصعب الاسم لرئيس الحكومة فما الذي حصل على الطاولة الوزرية نحن الأسماء بلغناها من مبارح الصبح وبانتظار حل لهذا الموضوع كان الكلام أنه ربما إذا كان مرأة المهلة صرنا عم نضيع الانتخابات حاولنا ولكن هو دل المتمسك أنه بده شوية وقت لا يدرس الموضوع وهذا كل القصة وبالتالي مسعدة المراسمين هيدا ما في شي لا ضمن المهلة ولا مأخرين على المهلة لازم يرجعوا على القانون ويرجعوا بالأخص للبيانة اللي طلع عن معالي الوزير زياد بارود واللي فيه رأي قانوني واضح بيأكد لهم أنه المهلة راحت من 19-8 مش من اليوم دعوة للانتخابات بدون وجود هيئة ما يمشي العالي السبب الثاني الذي أعاق تشكيل الهيئة التي ينص القانون على أن تكون مؤلفة من عشرة أعضاء يتعلق بعدم التوازن الطائفي فبما أن ديوان المحاسبة لا يملك قاضيا بالرتبة المطلوبة كي يسميه عضوا في الهيئة اضطر الوزراء إلى تخفيض عدد أعضائها إلى 9 صار فيه خمسة بدون يكونوا من ديانة معينة وأربعة من ديانة أخرى يعني إذا هالإسم اللي نحن طرحينه عم يعطي خمسة للمسيحيين وأربعة للمسلمين فليكن ليش نحن ما بدنا نقبل بهالشي هذه نحن لأيناه لحل قانوني أنه لما بيكون فيه استحالة فينا نجاوز الاستحالة لما هو ممكن هذا بيمرق نعم بيمرق مرأ ومتفق عليه لأنه هذا فيه فتوى قانوني سليمي فتوى دستوري صائعة شكلت الهيئة أو لم تشكل تفصيل أمام القرار السياسي خصوصا عندما يكون خيار التمديد لمجلس النواب متخدا حتى لو أن أكثرية الأفريقاء السياسيين تحاول الإحاءة بعكس ذلك